اعلنت الامم المتحدة ان نحو 67 الف نازح سوري شردوا بسبب السيول والبرودة الشديدة في شمال غرب سوريا وقال مكتب الشؤون الانسانية التابع للمنظمة الدولية ان ما لا يقل عن 196 موقع لنازحين في ادلب وحلب تعرضت لاضرار بالغة جراء الامطار الغزيرة مشيرا الى ان الكثير من النازحين في امس الحاجة الى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على المدى الطويل